في خبرين عن الكنيسة عن زيت الميرون وزيت الميرون ده مهم اول الكنيسة القبطية زيت الميرون ده سر من اسرار الكنيسة سر مسحة الميرون هو سر حلول الروح القدس ده هنا الاطفال بعد المعمودية وزيت الميرون ده مهم لكل كنيسة في تتشين اي كنيسة سواء تتشين الهياكل وتتشين الايقونات بيبقى بزيت الميرون الكنيسة المصرية استعدت من ابتداء من النهاردة انها تبتدي تعمل زيت الميرون لكل الكنيس على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى كنايس المهاجرين يعني الكنيس اللي هي في امريكا وايضا في اوروبا ويمكن يافت الانبا سرابين موتران لوس انجلوس اعد شوية حاجات برضو علشان يشارك فيه زيت الميرون بالصلة والمرة دي هيبقى فيه صلوات كتيرة قوي وبيقولوا كمان انه ممكن يقروا اصفر الكتاب المقدس بما فيهم نشيد الانشيد لانه لسليمان طبعا الوحي من الله لسليمان لكن الصلوات والتقوص بتعمل في زيت الميرون ممكن تفتحه الكتاب المقدس او تفتحه زيت الميرون للاباء الكهنة والبطاركة اللي كتبوا عن زيت الميرون بيتكون من ايه؟ وهو في الاخر هو خميرة حنوط كانت على جسد السيد المسيح نفسه من الحنوط بتاع المريمات في يوم الجمعة العظيمة وحتى لما بيتبقى من ضمن صلوات الجمعة العظيمة وهم بيعملوا حنوط للصليب عند الهيكل بالزبط بيمثله كأن المسيح نجم من على الصليب والحنوط ده كان للجسد المقدس جسد القدوس اللي هو تبارك به الحنوط اللي بيقى خميرة الى هذي اللي وصل لغاية ايدينا فيه خميرة بتضاف بصلوات معينة علشان يبقى زيت الميرون ده صالح لكل الكنيس نقرى الخبر والخبر من حلوته انه هو منشور في اليوم السابع واللي كتبه يعني الكنيسة تستعد الادات زيت الميرون المقدس تعرف على مكوناته والخبر بتاريخ النهاردة واللي كتب الخبر الصحفي محمد الاحمدي ودي من الحاجات اللي هي يعني نعتزب مصريتنا فيها انه بدأوا فعلا يخشوا يتبوا اخبار الكنيسة بدون اي حسزية لليوم السابع تحتفل الكنيسة الارثوذكسية بحدث تاريخي هام هذا العام وهو صناعة الميرون المقدس باستخدام طريقة جديدة في عهد البابا تودرس الثاني تمزج بين تقاليد الكنيسة العريقة واحدث وسائل التكنولوجيا التي تعتمد على 1000 كيلو زيت زيتون حيث يتم اعداده كل 3 سنوات كان الاول كل 33 سنة دلوقتي كل 3 سنوات يعني التقليد بتاعك حسب الاحتياج فهما بيعملوا زيت الميرون فيه فيلم تسجيلي عن قداسة البابا كيرولوس السادس وكان عمله المخرج العظيم يوسف شهين عن صناعة زيت الميرون وده كان وقتها كان كل 33 سنة يتعملوا كان بعض الحاجات كانت بتطبق في الكاتدرائية وكان بيتطلب حضور رهيب من الناس في الصلاوات ده اللي موجود دا كومنتر ارجو ان المهتمين بالاعلام في صناعة الميرون السنادي يهتموا بانه يعتبروا ده يعني عمل فيلم تسجيلي عن الميرون يوزع على كل المحطات اللي همها تزيع هذا هذه الصناعة مع قداسة البابا نكمل باقي الخبر ويذكر الكتاب المقدس ان الكنيسة تؤمن ان الروح القدس يحل علينا ويسكن عندما ندهم بالميرون بعد المعمودية وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس ويتكون زيت الميرون المقدس من اضافة 27 مادة مستخلصة كزيوت عطرية الى زيت الزيتون عالي النقاء وكانت الطريقة التقليدية التي تستخلص بها تلك الزيوت من اصولها النباتية تقوم على اجراء بعض العمليات الكيميائية مما يستهلك وقتا كبيرا ومجهودا كثيرا بالاضافة الى الفقد الذي يصل الى 30% وتطاير المواد العطرية اثناء التسخين وقال قدسة البابا توادرس الثاني ان زيت الميرون المقدس يتم اعداد الخطوات الاولى منه يوم 10 مارس وهي خلط الزيوت ويتم مع القراءات الكنسية والالحان ويوم الخميس الذي يليها يتم عمل التقديس وهو عبارة عن صلوات وقراءات وهذه هي المرة الوحيدة التي يقرأ فيها سفر نشيد الانشيد لوجود كمية كبيرة من الزيوت والمواد العطرية تأتي الخطوة الثالثة يوم شم النسيم صباحا وهي وضع الخميرة وهي كمية من الميرون السابق واول زيت ميرون يتم وضع جزء من الميرون السابق له والميرون كان عبارة هي الجزئية دي كان عبارة عن حنوط السيد المسيح مخلوطة بالحنوط على الجسد وكل ميرون يتم عمله يصبح مخلوطا بالحنوط الموجودة على السيد المسيح ويعتبر ذلك سر من اصرار الكنيسة السر هو مسحة الميرون مش صناعة الميرون السر هو مسحة الميرون هو حلول الروح القدس هو السر وكلمة سر لا تعني انه هو سر يعني لا سر يعني حاجة ميتافيزيقية الروح القدس بيحل على المعتمد او بيحل في الايقونات علشان كده ممكن تتبارك منها الايقونات الغير ممسوحة بزيت الميرون مفروض ان انت ما تلمسهاش او ما تجيش ناحيتها الممسوحة بزيت الميرون لان الروح القدس بيبقى موجود فيها فانت بتتبارك بالله نفسه من خلال القدسين اللي موجودين في الصورة دي معناها يعني واضف ان الميرون يتم توزيعه في عبوات وتم عمل كمية تكفي لثلاث سنوات في عبوات في باقي الخبر خلاص كده طيب ده زيت الميرون كل سنة وحضراتكم طيبين كل ثلاث سنين الاستحداث فيه ان كل حاجة فيه جهزة مفيش طبخ تاني للأواني زي سليخة والحاجات دي كلها لانها كانت بتطلب مجهود جبار وغير الابخرة وغير انها ممكن تطاير الحاجات دي على ما تتسوق او تبقى كيمويا معدة ومجهزة للخلط بزيت الميرون بتاخد مجهود من الاباء لكن لما تبقى جهزة وبنخلطها بتبقى نفس الحكاية زي برضو صناعة الاباركة علشان بتخش في الدم احنا بنصنع الكنايس الاول اللي هي اللي بتصنع الاباركة في الكنايس لكن دلوقتي فيه في الاديورة ومصنع عام او مصانع خاصة بالاباركة فبيجيبوها جهزة علشان تبقى جهزة للزبيحة والدم فحضراتكم حتى بتشوفه الكائن وهو بتأكد من صلاحية الاباركة المقدمة للزبيحة هي نفس الحكاية برضو بيشوفوا الزيوت دي ما يكونش فيها لا عطانة ولا حاجة برضو بيتأكدوا منها قبل خلطها مع الزيوت وصلوات رائعة وايام مقدسة وفي شام النسيم بيضاف الزيت الميروني الاديم الخميرة وهي الكاتب والضحة كاتب المقالة وكاتب الخبر انها كانت من الحنوط من الفين سنة من حنوط السيد المسيح وهو نازل في القبر بعد الصلب بعد الصلب بعد ما اتصلب المسيح ومات على الصليب وهو نازل في القبر كان كعادة اليهود جابوا اكفال مئة رطل طيب واللي جابهم حخامات يهود وقتها كانوا مؤمنين بالسيد المسيح بس ما كانوش بيعلنوا امانه كان فيه اتنين يوسف الرامي ونيقودينوس جابوا ارطال مئة رطل من الحنوط دهنوا به الجسد المقدس قبل ما يخش القبر وهو الجزئية دي اللي اتخذت بعد الخيامة وصارت خميرة لزيت الميرون الى الان بتضاف فيبقى زيت الميرون هو معبارة عن حنوط كان موجود على السيد المسيح وبيخلط بزيت الزيتون النقيه بصلوات خاصة للكنيسة وش معنى يوم شم النسيم ده علامة اليوم التامن اقروا ويا ربنا يديكم نعمة وبركة ترجمة نانسي قنقر